عشرون أوت الف وتسعمائة وستة وخمسون منعطف تاريخ آخر في الثورة التحريرية العظيمة مؤتمر الصمام الذي انعقد بقرية إيفري أوزلاجن ببيجاية كان منبرا هاما لتحديد الأهداف السياسية للثورة وتنظيمها بعد مرور سنتين عن اندلاعها وسنة عن أحداث وهجومات الشمال القسنطيني حيث حضره مجموعة من أبطال الثورة أبرزهم زيغود يوسف عبان رمضان والعربي بن مهيدي أشغال المؤتمر جرت في جلسات عمل وحلقات دراسية حيث تم في كل جلسة عرض تفاصيل الوضع العسكري في كل منطقة كما درس المؤتمر مختلف المشاكل والقضايا المتروحة بعد مرور سنتين عن اندلاع الثورة التحريرية مؤتمر الصمام خرج بقرارات هامة أبرزها إنشاء مجلس وطني للثورة وإعادة التقسيم بإدراج ولاية سادسة تشمل الصحراء الجزائرية وتنظيم جيش التحرير الوطني وإعطاء أولوية للعمل السياسي على العمل العسكري كما أفضل مؤتمر لاهتمام بالقضايا ذات الشأن الداخلي على القضايا الخارجية ذكرى مؤتمر الصمام تحمل رمزية أخرى لتاريخ هام في مسار الثورة التحريرية المجيدة وهي أحداث هجوم الشمال القسنطيني الذي يعتبر بدوره مرحلة حاسمة في تطور الكفاح المسلح للشعب الجزائري وكلاهما يرسم صورة خالدة لكفاح أبطال صنع التاريخ